حالة من الترقب والحظر تشادها الساحة السورية في انتظار الخطوات الأولى للإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الديمقراطي جو بايدن في الأغلب لا تحدث تغييرات جذرية على صعيد السياسات الخارجية الأمريكية فالإدارات على تنوعها تخضع الاستراتيجيات موحدة بعيدة المدى ولكن في الحالة السورية التي شهدت تراجعا كبيرا للدور الأمريكي في عهد ترامب يرى البعض أن إدارة بايدن ستتجه لتبني استراتيجية مختلفة الوجود التركي والتدخل الإيراني والتمدد الروسي في سوريا ستمثل محاور التعاطي الأمريكي مع الملف السوري خاصة وأن وجود روسيا على البحر المتوسط واتساع دائرة النفوذ الإقليمي التركي وتمترس قوات إيرانية بالقرب من إسرائيل تمثل جميعها مباعث قلق لواشنطن وحلفائها أما فيما يتعلق بالوجود العسكري الأمريكي فمن المرجح أن يعيد بايدن الوجود العسكري لقوات بلاده في الشمال السوري للضغط على تركيا بشأن الأقراض فضلا عن مواصلة محاربة تنظيم داعش وبخصوص العلاقة مع الحكومة السورية ففي حكم المؤكد أن تستمر إدارة بايدن في تطبيق قانون كايسر وفرض عقوبات صارمة على الحكومة وداعمها من الروس والإيرانيين ولكن هناك وجهة نظر مقابلة ترى أنه من غير المنتظر انخراط إدارة بايدن بشكل مباشر وفعال في الملف السوري خلال أول عام من ولايته لا سيما في وجود جملة من الأزمات والملفات الداخلية التي تحتل المرتبة الأولى في سلم أولويات الإدارة الأمريكية الجديدة ترجمة نانسي قنقر